الأبعاد كشف الفنان عبدالله الجميري عن الاشتباه في إصابته بفايروس كورونا المستجد وأوضح بأن والدته وعدد من أفراد أسرته أصيبوا أو هناك اشتباه بإصابته في المرض كذلك نتيجة لتجمع عائلي لتفاصيل أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلي عبر الإسكايب الآن الفنان عبدالله الجمير أستاذ عبدالله حياك الله معنا في أهلا وألف سلام عليك الله يسلمك أخوي مفرح ويعطيكم العافية ومساك الله بالخير والله يجعلنا من المقبولين صياما وقياما أخوي مفرح طمنا عليك أولا أرشرك اللهم عليك الحمد أنا الآن في أتم صحة وعافية واسمح لي أن أتوجه بالشكر لسيدي خادم الحرامين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهدي وكذلك بطل الصحة مع الوزير توفيق الربيعة وكذلك رجال الصحة رجال هذه الأزمة اللي للأمانة وكأننا أبناء مدللون بأحضان أمهاتهم للأمانة يعني الآن ما حسين أن فارقنا أهلينا بالعكس رحنا عند أهلي عندي أهلي الآن برجال الصحة اللهم عليك الحمد نعم عبدالله يعني طمنا عن نتيجة الفحص وش كانت نتيجته أولا يعني اشتباه ولا توجد إصابة ولا كان في إصابة أولا خلني تحدث 13 من أفراد العائلة وصيبوا وللتصحيح أستاذي ما كان تجمع عائلي يعني كانوا ساكنين في عمارة واحدة في بيت واحد عرفت شلون القصة كانت زيارة الوالدة الجدي الله يقوم بالسلام ويعافي كان مريض قلب فما كان في أحد من العائلة مشتبه أو مصاب بكورونا لكن هذه أقدار الله وما نقدر ردها أنا صار عندي اشتباه بالفايروس طبعا الوالدة بعد إصابتها أنا عزلت نفسي الآن عندي اشتباه بالفايروس وأكلم كلام من الحجر الفندق الصحي لكن اللهم لك الحمد الإصابات الأعراض موجودة أعراض الفايروس موجودة حسب كلام الأطباء لكن اليوم طلعت اللهم لك الحمد النتيجة سلبية سليمة لكن أصروا الأطباء أنه تواجد في الفندق في العزل راح يسوون مسحة ثانية والله يجيب العواقب قليمة الحمد لله ألف سلام عليك طمننا على الوالدة وبقية العائلة أبشرك اللهم لك الحمد الآن هم في أتم صحة وعافية أنت عارف هل أزمة مرت على العالم كلها ولابد أن العرض تأثر على النفسية على الصحة لكن الحمد لله نحن نضح باهتمام عالي جدا من الطاقم الصحي وهذا الفضل رب العالمين الحمد لله كم عدد أفراد العائلة اللي أصيبوا اللي ثبتت إصابتهم بالفايروس اللي ثبتت إصابتهم الآن أكثر من 13 فرد من العائلة منهم أطفال يعني أعمارهم شهرين كبير السن جدي يا الله يقوموا بالسلامة يا رب من يسمع عمره 90 أو 85 سنة أود أنصح إذا تسمح لي أخوي مفرع أنصح لكل الآن أم تتابعني أو تشوف هالمقطع الآن لكل ابن لكل طفل لكل رجل لكل مواطن أو مقيم يعيش على هذا الوطن أرجوك رجاء خاص تكفى وانا أخوك أمك لا يجيها المرض بسببك أبوك لا يجيها المرض بسببك يعني فعلياً فيه تشتت يعني المرض النفسي أكثر من المرض نفسه يعني الآن اللهم لك الحمد بس التشتت العائلي تفرق العسرة هذا المرض حد ذاتها شيء مؤلم فأتمنى أن الجميع واخذوني عبرة يا جماعة يعني أنا والله العظيم أننا حريصين جداً وملتزمين بالحجر المنزلي لكن أقدر الله سبحانه مع أنه معي تصريح ورايح وموري تمام لكن هذه أقدر الله ما حد يقدر يغدها والحمد لله عليك الحال فأتوجه وأطلبكم يا جماعة وتكفون إلزم بيتك اتبع الأوامر ليه فترة وتعدي يا جماعة خلونا نتكاتف خلونا نتحمل هذه الفترة يا جماعة هي فترة وتزول بإذن الواحد الأحد بإذن الله نرجع على طبيعتنا نرجع للمساجدنا لشوارعنا لدواماتنا نروح ونجي بس فترة لا تكون مثلي وتدق على أمك تبكي أمك تبكي عليك إلزم بيتك يا أخوي عبد الله هذه رسائل من القلب حقيقة وستصل إن شاء الله إلى كل المشاهدين والمشاهدات وإن شاء الله مثل ما فرحنا اليوم بنتيجة فحصك السلبية أنه نفرح معك في الاتصال القادم بتعافي كل أفراد العائلة اللي ثبتت إصابتهم يا رب يا رب الله يسفى منك أنا إذا تسمح لي أشكر كل شخص أتصل كل شخص أبعطيك المساحة عبد الله أبعطيك المساحة في الأخير تشكر من تريد بس ودي أسأل كم عد يوم على موضوع الاشتباه إلى الآن كم عد يوم عليك في الحجر تقريبا نحن ندخلنا في اليوم الخامس في اليوم الخامس أفراد العائلة يتلقون العلاج في العزل الصحي في مستشفيات المدينة المنورة صحيح؟ للتصحيح لا ثلاثة منهم اللي هم جدتي وجدي وخالي في المستشفى الملكة أبد الله في جدة والباقي في فنادق الحجر الصحي الفندق في جدة اللي في الفنادق ما زالوا في طور الاشتباه ولا ثبتت إصابتهم؟ لا ثبتت إصابتهم أنا الوحيد المجتبعي إلى الآن طيب ثبتت إصابتهم ألف سلام عليكم جميعا شكرك لمن تريد أن تقدمه أول شيء شكرا لك شكرا لأسرة البرنامج على هذا الاستضافة شكرا لكل زملائي وأصدقائي الفنانين لأصدقائي الإعلامين المشاهير سوشال ميديا يعني الآن نحن نمر في مرحلة نفسية شوي من الجميل أن يتصل أحد يرسل أحد يواسي النفسية شوي شكرا للجمهور العظيم شكرا للجمهور العظيم من داخل أعماق قلبي الله لا يريكم مكروه الله يشفينا ويشفيكم يعافينا ويعافيكم وتعدي بإذن الله هلازم على خير ونفرح جميعا بإذن الله تعالى بإذن الله تعالى عبد الله ومثل ما قلت أكرر بإذن الواحد الأحد أن اتصالنا القادم معك وإحنا نفرح ونبتهج ونحتفي بشفاء أفراد العائلة جميعا ألف سلام عليهم جميعا وشكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا لعبد الله الجميري رسائل مهمة جدا يقدمها عبد الله بخصوص تجربته أتمنى أن تصل إلى الجميع ألف سلام عليه وعلى أفراد عائلة جميعا حلقتنا مستمرة معكم ولكن بعد هذا الفاصل اشتركوا في القناة